اشتركوا في القناة 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 لكن انا متفهم الذين لديهم موقف في خصومة من متقاعدة الجيش اذا كان باعتبار ما لديهم من افكار مسبقة حولهم وفي نفس الوقت اتفهم بعض قدمة الجيش لماذا يشعرون بالغبن عندما يسمعون كلمات قوية في اتجاههم لذلك هذا الموضوع ربما سيفيد الطرفين لن يرضي الطرفين ربما تماما لكنه سيفيد الطرفين على الاقل اي طرف المعادي او المنزعج من قدماء الجيش باعتبارهم كانوا يقتلون في التسعينات وقدماء الجيش اللي مظلومين في هذه النقطة اكثريتهم اغلبيتهم سوف يبين ذلك خلونا نبدأ قبل كل شيء خلونا نبدأ من هم هؤلاء من هم هؤلاء المحتجين المتظاهرين انا شفت في بعض الكتابات في بعض الفيسبوك كثيرين ربما مش عارفين حتى من هم هؤلاء وبالتالي يشعرون احيانا كنت عندما كش عارفوا شنو هو المشكل قد يكون لك موقف منه بدون موقف مسبق او تشعر انه عندك عندي قضية مع هاد الناس او من هم هؤلاء خلونا نشوفوا من هم هؤلاء حاولت اليوم ناخذ شوية بعض النقاط وانا من طبعي لا اخذ النقاط اتكلم مباشرة لكن هاد المرة خاصة مع حساسية الموضوع حبيت انه ما تفوتني حتى نقطة خاصة مع الصداع اللي رأى عندي فربما الدوخة اللي رأى عندي ما تخلينيش مكون مركز تماما يعني شوفوا اخواني خلونا نبدأو من هم المتظاهرون من هم المحتجون اليوم في الجزائر عندنا مجموعة اصنف ليسوا ليسوا كل قدماء الجيش انا اطلقت عليهم قدماء الجيش لانها يضم تحت هذا التسمية هما كلهم كانوا عسكريين كانوا جنود كانوا ضباط كانوا صف الضباط وبالتالي كلمة قدماء الجيش تنطبق على الجميع لكن داخل قدماء الجيش كانوا فئات وكانوا أصناف ليسوا واحدة يعني الصنف الاول او هما ينقسمون في الحقيقة الى قدماء الجيش العاملون لزونجاجي كائن المتعاقدون في الغالب هؤلاء يتعاقدون بثمس سنوات وخمسة عشر سنة يعني تختلف المدد واذا كان في الدرك او في الجيش الى اخره لكن عموما نسموهم متعاقدون لكونتراكتيال كائن جنود الاحتياط وجنود الاحتياط هذون فيهم جنود الاستبقاء ثمنتعش زايد ستة وفيهم جنود الاستدعاء اللي ربلوهم في التسعينات وكائن الاحتياط الجنود الاحتياط اللي كانوا اللي كانوا دعوهم لزابلي كائن ليرابلي كائن لزابلي وكائن ليرابلي هنقولها بالدرجة ربما باش تكون اكثر وكائن هذون هذون يسموهم 18 زايد ستة وكائن لكونتراكتيال وكائن لزونجاجي عاقل شيء خمس اصناف وفي هذون كلهم في هذون الخمس اصناف كائن المشتوبين خاصة في العالم الزونجاجي والمتعاقلين كائن المشتوبين ليرادي وكائن المعطوبين والجرحة وذوي الحقوق والمرضى هذون فيهم كلهم يعني المعطوبين والجرحة والمرضى وذوي الحقوق في كل الأصناف الخمسة ليرادي خاصة في العاملين والمتعاقلين هذون هذون الإجابة على السؤال المنطقي الأول من هم هؤلاء؟ لماذا يتظاهرون؟ سؤال ثاني هو لماذا يتظاهرون؟ يتظاهرون لأنه عندهم مطالب اجتماعية مطالب ميهنية اجتماعية يعني كل فئة عندها مطالبها مثلا فئة المتعاقدين والزونجاجي أو يسموهم الارمي هذون عندهم تقريبا 36 مطالب أهم المطالب هي مطالب اجتماعية تتعلق بال البنسيون كما يسموها بال الشهرية اللي يأخذوها من طالب الاروتريت وتتعلق بمواضيع الطب أو التطبيب بمواضيع الصحة تتعلق بمواضيع المتعشياء كثيرة وأحيانا تتعلق بمطالب أخرى بما فيها بما فيها اللوجمون بما فيها أنهم يكون عندهم الحق في العمل بما فيها أشياء والرادية عندهم مطلبهم الرئيسين يحسبون لهم منهار لراديةهم وكان يرى هم يطالبوا باش يعودوا يولوا إلى آخرهم إذن هذه ليش مطالب سياسية ماهيش مطالب إسقاط النظام أو العصابات بعبارة أدق ماهيش إنما هي مطالب اجتماعية اقتصادية بحتة قبل أن نفصل في الموضوع الثاني خلونا نرجع لهذه الفئات لأن أكبر سؤال جاء عشرات الأسئلة مئات التعليقات يقولون لي لماذا تقف مع هؤلاء الذين كانوا يقتلون في التسعينات لماذا تقف معهم سوف أفسر لكم سوف أفسر لماذا أقف مع هؤلاء ابتداء خلونا نفصل إذا كانوا فعلا هؤلاء كلهم كانوا يقتلون في التسعينات وإذا كانوا اللي كانوا في التسعينات كلهم كانوا يقتلون أول شيء السؤال إذن هو الإجابة على كيف تصرفوا في التسعينات أول شيء يا إخوان عندما نقول تسعينات نتكلم من 98 ل 99 يعني من يوم اللي أطاح الجنرالات بالشاد لي بن جديد رئيس الدولة وألغوا الانتخابات اللي فاز فيها الفيس وحلوا البرلمان وعطلوا الدستور من هداك اليوم 11 جنبي 12-13-15-15-16 اليوم يجاوا فيها بوضياف إلى نهاية 98 بداية 99 اللي قرروا أن يجيبوا بوضفليقة كانت حرب قادرة شارسة ما بين 92 ونهاية 98 استمرت الحرب بشكل أو بآخر بالحرب بين قوسين لأن الحرب قادرة في 99 والألفين ولكنها كانت حرب محدودة في البداية كانت حرب شاملة ما بين 92 ونهاية 98 وابتداء من 99 أصبحت حرب أطلقت عليها هنا العنف المحدود أو العنف المطلوب أي أن النظام يحافظ على حد معين من العنف لكي يستطيع أن يسير المجتمع خوف لتسير المجتمع لأن المجتمع بدأ يخرج من أيديهم ويخافوا منه فحافظوا على حد معين من العنف في الأول كان استئصال جسدي مطلق ثم جاء حد معين من العنف وجاء استئصال العقلي والأخلاقي واللي هو استخدموا بوضفليقة أو كان العراب انتاء بوضفليقة واللي ره يدوم منذ عشرين سنة من نهاية 98 ومن آبريل 99 إلى يومنا هذا تدمير الأخلاقي تدمير النفسي تدمير العقلي تدمير كل شيء في الجزائر من الاستئصال الجسدي إلى الاستئصال الأخلاقي كيف تصرفوا هؤلاء يعني الناس اللي كانت في الجيش من 92 إلى اليوم 2018 وخرجوا كيف تصرفوا في الحقيقة لم يكن تصرفهم سواء هناك أولا الذين لم يشاركوا في الحرب يعني الناس اللي رمضاهرين اليوم محتجين قدماء الجيش أغانبيتهم لم يشاركوا في الحرب الحرب القادرة اللي قام بها الجنيرالات ضد الشعب الجزائري وقامت مجمعات إسلامية في البداية كانت إسلامية ثم اخترقت وردت على النظام عندهم كانوا على حق كانوا على باطل مش هذا هو نقاشنا اليوم هذا نقاش آخر ونتكلمت فيه عدة مرات لكن اللي افتح واللي كل الناس تتفق عليه حتى ابوت فلقة لما جابوه قال أول عنف كان لانقلاب وكان تواتي الجنيرال تواتي صرح قبل ثلاث سنوات قال العنف هو الذي تسبب في الإرهاب الانقلاب هو الذي تسبب في العنف الإرهابي بهذه العبارة ونشرتها جرائد وأنا كنت وضعتها كانت من بينهم جارية الخبر إذن هؤلاء الأصناف ينقسمون إلى اثنين الذين شاركوا في الحرب والذين لم يشاركوا في الحرب الذين شاركوا في الحرب ينقسمون إلى خمس أصناف كائن اللي كانوا في تلك الفترة كانوا عسكريين لكنهم كانوا في الجنوب كانوا نحية الثالثة نحية الرابعة نحية الثالثة بشار نحية الرابعة ورغلة نحية السادسة تمرست أي أن هذه ثلاث ولايات اللي تغطي الجنوب الجزائر السحراء الكبرى الجنوب كله السحراء الكبرى والصغرى تبدأ تقريبا من حدود سيدي مخلوف قريبة من لغواط وانزل وإلى آخرهم في الجانبين يعني بسكرة من الجانب الآخر سعيدة من الجانب الثالث إلى آخر هذه المناطق لم يحدث فيها عنف كبير حدث فيها عنف مثلا لغواط كان فيها عنف كان فيها عنف وكان فيها قتل وكان فيها بسكرة أيضا حدث في حدود معينة عسعيدة أيضا حدث في حدود معين لكن إجمالا مقارنة بالشمال الجنوب لم يحدث فيه العنف اللي حدث في الشمال خاصة في الوسط بالذات إذن كان من بين الناس اللي رأموا تظاهرين اليوم ومحتجين ويطالبوا بحقوق كان هؤلاء الذين كانوا في الجنوب فهم لم يشاركوا في الحرب القادرة الصنف الثاني منهم من هذين الذين لم يشاركوا الذين كانوا في مواقع غير قتالية كثير من هؤلاء اللي رأهم اليوم كانوا في مواقع غير قتالية أو في مدن لم تعرف الحرب إلا قليلا أكثرية مدن الشرق عرفت مناطق معينة قتل ضرب كذا إلى آخره لكن أقل من الوسط ومن الغرب ومنطقة القبائل في عمومها منطقة القبائل فيما بعد بعد الألفين اللي انتشر فيها العنف وهذا أيضا عنده أسباب وأسباب معروفة يعني ربما يجينا هنا نفصلوا فيها إذن كائن اللي كانوا في هذه المدن وفي هذه القرى وفيها اللي ما كانش فيها الحرب القادرة إلا في حدود ضيقة فهؤلاء لم يشاركوا عموما كائن صنف ثالث هم من غادروا الحرب من غادروا الجيش مع بداية الحرب يعني كائن اللي يراهم الآن يحتجون كانوا خرجوا في 1992-1993 كائن حتى اللي سجنوا لأنهم رفضوا أن يحملوا السلاح ضد إخوانهم كائن اللي يقتلوا يا إخوان كائن عسكريا قتلوا كائن عسكريا قتلوا ويشهد بشار على ذلك خاصة سجل المشار فهؤلاء غادروا أو قتلوا أو كائن جزء منهم اللي يراهم الآن لأن كائن قتلوا لأن عندهم ذوي الحقوق عندهم أهاليهم يطالبوا بتعويضات وكائن اللي تم طردوا إما لأسباب مرضية أو أسباب عقابية فهؤلاء أيضا هذا الصنف لم يشارك في الحرب القادرة صنف خامس من هؤلاء أو رابع بالأحرى هناك من التحقوا هناك من يتظاهر اليوم هو التحق بالجيش بعد الألفين بعد تسعة وتسعين الألفين يعني بعد نهاية الحرب القادرة هؤلاء الذين التحقوا بعد الألفين في الغالب ما شاهدوش الحرب القادرة وما شاركوش فيها في الغالب لأنه بقيت مجموعات صغيرة طيشة كان شوية في بلاد قبيل وشوية مرة مرة يظهروا في الشرق مرة مرة يظهروا في الجنوب إلى آخره لكن عموما هؤلاء ما شاركوش وهناك صنف اللي باختصار بسيط رفض وغادر البلاد نهائيا الآن ربما رجع للبلاد رح يطالب بشيء أو بيعي لكن عموما كينين كينين قالوا إحنا ما نقتلوش وما نضمروش وهذا شعبنا وهذا جيشنا ما نعصي القيادة ما نتبع القيادة في القتل ما نجو ضدهم نحملوا سلاح ضد هذه القيادة العسكرية المجرمة وإنما نحن نغادر وغادروا البلاد أو غادروا أماكنهم وراحوا بتاعدهم إذن كان جزء أساسي من هؤلاء اللي رهموا خوتكم اليوم اللي رهموا الظاهرين ومحتجين أصلا لم يكنوا طرف في الحرب لم يكنوا طرف في الحرب أنا يا إخواني أنا يقول هذا ليس دفاعا عنهم إنما دفاعا عن الحق والحقيقة ندرك نتكلم على الأخرين اللي يشاركوا في العرب ونقول لهم رأيي بصراحة قبلوا ولا ما قبلوش عجبهم الحال ولا ما عجبون في الحال أنا بالنسبة إلي أنصح الناس بحق وأودافع عن المظلوم بغض النظر عن منه أنا حينما أودافع عن المظلوم لا أنظر إليه على أساس أنه من مناصري أو أنه من الناس اللي يشاركوني أفكاري أو من لا لا أنا أودافع عن المظلوم لأنه مظلوم وأنا ضد الظلم لأنه ظلم لو كان يكون الوالد انتاعي ظلم سيكون ضده لو كان يكون ابني ظلم سيكون ضده وكان يكون عدوي مظلوم سأناصره وأرفع عنه الظلم سيبقى عدوي سيبقى خصمي سيبقى بينه وبينه سراع لكني أنا ضد الظلم من أي طرف كان وليأي طرف كان الآن خلينا من الناس اللي يشاركوا في الحرب في الحرب القادرة هؤلاء يا أخوان اللي شاركوا في الحرب ينقسمون إلى مجموعة أول كان اللي شاركوا في الحرب وكانوا جنود احتياط كانوا جنود احتياط لم يكن لهم خيار أرواح تروح تدير العسكر تخل دار بدأ يدير في العسكر الحق ثلاثة في 93-94 بدأت الحرب القادرة وجد نفسه في حرب هذه جماعة الاحتياط صنف الصنف الثاني كانوا الجماعة المتعاقدين اللي دخلوا سواء كانوا متعاقدين من قبل أو دخلوا وليزونغاجي هذون كان جزء شارك شارك في الحرب القادرة لكن كانوا صنفين كان اللي شارك وكان كاره لهذه الحرب كان ضدها كان لا يقبلها كان ينفذ في الأوامر الخبزة يقول لك أنا عبد مأمور وشارك شارك في الأخر يقول لك الحرب في الإرهاب وشارك يعني بشكل أو بآخر لكنه كان كاره لذلك هذا عنده مسؤولية أساسية أنا قلت باللي الناس اللي راح نتكلم عنها راح نعارف وش راح نقول مش راح يعجب كثير من الناس لكن ما يهمنيش يعجبهم ولا ما يعجبهمش أنا أريد أن أبين الحقيقة للناس كما أراها وكما أعتقد أنها وقعت وأريد في نهاية المطاف أن المستضعفين من هذا الطرف ومن هذا الطرف يتناصروا مع بعضهم ويكونوش لعبة في أيدي العصابات اللي راح يتنه إذن قلت اللي شاركوا كان اللي كانوا كارهين يعني اليوم اللي راهم كان بعض الدرك اللي راهم يضربوا في خاوتهم في حوش المخفي ولا قريب من المطار ولا الآن في حدود شرق العاصمة أو راه يضرب فيهم هو كاره بالنسبة له الخبزة وش يدير بالنسبة له الأوامر وش يدير راه كاره اللي يتسبب القتل في هؤلاء يبقى عنده مسؤولية مباشرة القتل ليس سهل الدماء ليست سهلة يا إخوان هؤلاء من اللاس اللي شاركوا في تلك الحرب وقالوا بلنا كنا نحاربوا في الإرهاب أو قالوا نحاربوا في الإرهاب هاكم اليوم هاكم تشوفوا أنتم يا إخواني يا متعاقدين يا متقاعدين يا مشطوبين يا ثمنتاش زيت ستة يا سدعاء هاكم تشوفوا شكون هو الإرهاب الحقيقي شكون اللي ينهاب البلاد شكون اللي يخربها شكون اللي وصلنا بالكوكاين شكون اللي وصلنا بالكوليرا شكون اللي وصلناها هاكم تشوفوا هاكم تشوفوا الوضع وراه وصل هاكم تشوفوا باش تعرفوا من كان الإرهاب الحقيقي الإرهاب الحقيقي هو اللي قام بالانقلاب إذن قلت هؤلاء اللي شاركوا في الحرب القادرة ولكن كانوا لها كارهين هؤلاء في رأيي أن أهم شيء بالنسبة لهم أن يتوبوا لله سبحانه وتعالى وأن إذا كانوا يعرفوا أهل الناس اللي قتلوهم أن يطلبوا منهم الصفح والعفو رأيه مش ساهل يعارب اللي مش ساهل والكلام اللي نقول لكم كان كثير اللي رح يجيه مثقيل لأنه بنسبة كفاشة قدولنا هذا الكلام سعراني نقول لكم شيء ينفعكم في أقرتكم إن شاء الله ولعله ينفعكم في دنياكم كان الصنصان مفاخر نفذوا الأوامر وشاركوا في الحرب لكن كانوا متحمسين ما رحوش يديروا فيها هم كارهين قالوا قالوا أنه كان إرهاب ورحوا نقاتلوا للأرهاب ولا رحنا دافعنا على الوطن لا 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 كانوا هم متحمسين للقتل لعله رأيكم شفتم قبل سنة و شوية لما تكلمتنا عن الموضوع هذا خرج واحد منهم كان يقود كان يبان من القيادة على المتعاقدين و قال نحن قتلنا و كنا نقتل و جبت صورة حط فيها رأس مقطوع و قال و لو كان يعاود يكلمونا نعاود و نجو و نقطع الرؤوس طبعا هذه الصورة كانت أثرت كثير في الناس و أزعجت كثير من الناس و كثير اللي كتبوا لي قالوا اللي شفت اللي دافعت عليهم و ها و ها و رافع الراس فيه و قالوا لنا و قتلوا و قال لهم هو قال لهم باللي انتم يا قيادة كنتوا تقولوننا و قتلوا وتشجعونا و قطعوا الرؤوس و نحن نقطعوهم و هاي الصورة طبعا بعد سجنوهم لأنهم عارفين أنه و عارفين أنه هذا شيء مرعب بالنسبة إليهم مرعب لأن هذه تسمى جرائم حرب في القوانين الدولية الحروب سواء في الإسلام أو في القانون عند الدول تحكمها قواعد و من أهم هذه القواعد أن لا تقتل الأسير لا تقتل المدني ولا تتمثل بالجسد بتاع الإنسان إذا مات مات خلاص أحفر له دفنه و لا خليه صح ما نتمثلش به تقطع الرأس و تقدمها إذا ترفضيه في يدك هذه جريمة عند الله سبحانه وتعالى إذا كنت مؤمن و مسلم وجريمة في قوانين الدول ولذلك هذك اللي سجنوه و خرج فيما بعد يتكلم فرنساوية مكسرة كانوا هما سجنوه باش يقولوا نحن مش مسؤولين على وش قال نحن ما قلنا لوش لكن أنا راهما بيني وبين حتى إشكال يعني راهو يبقى إنسان مسكين يعني راهما يبقى هو مظلوم و نظن عنده رجله مقطوعة إلى آخر لأنه والله متعاطف معه أو يده متعاطف مع أي واحد مظلوم لكن هذا كرفع إلى آخر لا هذه جريمة اللي يقول لك نحن كنا نتبعه في الأوامر راهو ما فيش راه كان قاعدة مركزية الرسول صلى الله عليه وسلم يقولها كون عبد الله مقتولا ولا تكون قاتلا و يقول راهو ما زال المسلم في حل من أمره بمعنى المسلم يقدر يرتكب كثير من المعاصل و ما زال ما لم يصب دما حراما تصب دما حراما تقتل إنسان بريء تقتل مدني تقتل كذا رك تدفع ثمن راهي ما فيهاش راه الله سبحانه وتعالى غفر لمن يكفر به وهو مكره غفر له لكن لم يكفر للإنسان اللي تورد في الدماء وفي حديث آخر رسول صلى الله عليه وسلم لزوال الدنيا أهون عند الله من قتل مرء مسلم فالقتل هذا لنا كمسلمين وعند قوانين دول التمثيل بالجثث وقتل المدنيين جريمة لا تغفر أنا قلت فئة صغيرة لازم نعطرفو بيها لازم نواجهوها ما نكذبوش على رواحنا كنت قادر نجي هنا ندير معاكم السياسة ونقول لكم الله ركم على حق وأني معاكم وراني كذا ونسخنكم ونقول لكم لا لا خلونا قبل نتفقوا باش يمشوا معاكم الناس باش الناس يتعاطفوا معاكم و باش نتوم لما نرتكب خطأ أو خطيئة من الأحسن ليه أن يستغفر الله وأن يتوب إلى الله وأن يطلب من عند الناس اللي لا يعرفهم ويطلب منهم العفو والصفح خير مني يجي يوم لن يكن بإمكانكم ذلك يوم عند الله لن يكن بإمكانكم ذلك هذا مهم مهم جدا يا أخواني يا من تورطتم في الدماء في تسعينات من أي طرف كنت بالمناسبة سواء كنت في طرف الجنرالات والعسكر أو كنت في طرف الجماعات أي واحد متورط في دماء المسلمين في دماء المدنيين في دماء الأبرياء لجب أن يستغفر ربه ولجب أن يتراجع عما فعل وأن يندم لأنه إذا كان ممكن تندم اليوم والتوب راه يجي يوم لا تنفع فيه شيء وراء اللي يقول لك كانت الخبزة رأي ما فيش خبزة وإلا اللي رام يضربه فيكم اليوم ثاني عندهم تبرير هو الخبزة نحن عبد مأمور أنت مكش عبد مأمور أنت إنسان أنت مكش عبد أنت بشر أنت رك موظف ولجب أن يحترموا الوظيفة ومن أهم الوظيفة لا تظلم سواء كنت شرطي أو كنت دركي أو كنت عسكري لا تظلم لا تظلم لا إخوانك المتعاقدين لا المقدمة لا الشعب لا المدني لا تظلم من يحتج على حقه إذا ما تعاونوش ما تكونش ضده إذا قلت رجعت لهذه النقاط خلونا نروح للمفيد الآن لأنه أساسي إخواني تأكدوا يا قدماء الجيش أني تعاطف معكم كبير جدا وأنه موقف معكم كبير جدا لكن أريد أن لا يكون هناك ظلم لآخرين أو يعتقدوا أنني أدافع عن من كانوا قاتل في تسعينات الأغلبية الغالبة منكم لم يكونوا قتلوا في تسعينات ولم يشاركوا في الحرب ولم يكونوا أحيانا حتى لم يكونوا دخلوا ولكن ولكن كان جزء فعلها وتحمس ودافع على الجنرالات صحيح كان منهم من اقتنع أنه يدافع على الوطن صحيح كان منهم من يعتقد أنه يحارف الإرهاب صحيح هل كان هناك إرهاب؟ نعم في حدود ضيقة نعم في حدود ضيقة أنا لا أنفي ذلك لكن كان هناك في حدود ضيقة لكن السؤال اللي كان يجب أن نطرحوه جميعا يا إخوان من تسبب أنا قلت رعا عندي شوية صداع سمحوني شوية من تسبب في كل المآسي من الذين تسببوا هم الذين قرروا هم الذين قرروا الانقلاب وكان الشعب الجزائري جنود وعسكر وإسلاميين وعائلات ومخطوفين كانوا وقود لهذه الحرب كم من شاب كان داخل الجيش قتل وهو لا يعرف لماذا قتل كم من شاب كان يريد في الجامعة خطف وهو لا يعرف لماذا خطف كم من شاب وكم من أب وكم أرامل وكم كم واحد رمقطع يده وكم واحد رمقطع رجله وكم 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 ما ندخلنا في كل هذا؟ المجرمين اللي راهم اليوم يتحاربوا بيناتهم وراكم تشوفوا ثلاث أربعة تاقيادة العسكرية تم الإيطاحة بها تم الإيطاحة بها على خلفية الكوكاين ظاهروا أنهم نظام كوكاين ظاهروا أنهم نظام وصلنا عننا الكوليرا إذن إخواني هذه نقطة لازم تفقوا عليها وأتمنى على الذين تورطوا في القتل من أي طرف كانوا ولكننا الآن نريد تحدث لإخواني قدماء الجيش أن يتوبوا إلى الله وأن يطلبوا الصفح من الشعب الجزائري كده أطلبوا الصفح مش معناها أنا راني كنت خايم ما كنتوش خاوانة أنتم أكثريتكم الغالبية الغالبة منكم لم تكونوا خاوانة آي وصلت نصف ساعة بسرعة سبحان الله الأغلبية الغالبة منكم لم يكونوا خاوانة كان الأغلبية اللي شاركت كما قلت كانوا في مكافحة يسمون مكافحة الإرهاب لكن رأيها لماذا شوفوا يا جماعة برك باش نعطيكم مثال باش تعرفوا رأي كين واحد اسمه الجنرال حسان عبدالقادر أيتوراب يروا في الحبس حكموا عليه بخمس سنين عنده ثلاث سنين في الحبس هذا في المحاكمة منتاعه في البداية كانوا حكموا عليه بعشرين سنة ولا خمسة وعشرين لأنتم في البداية كانت تكوين مجموعة أشرار واستخدام السلاح خارج القانون بمعنى خلق جماعات إرهابية مفبركة وعطاها سلاح باش تقوم بعمليات وهو رأى الآن كانوا حتى أشاروا لأنه متورد في مجموعة في قضية تيغون تورين لما تكلمنا عليها كثير كنت أنا من ناس يتكلموا عليها كثير بدلوا الاتهام وجعلوها أنه حرق وثائق وقطع وثائق هذا الجنرال حسان كان هو الذي يقود القوسبس ولاوش يسموه انتا الجماعة انتا مكافحة الإرهاب هذا كان عمل جرائم باشعة باشعة مرعبة كان يقتل بلا حساب كثيرين من اللي قتلهم والمجازر اللي صرعت وكذا ما عندهمش علاقة كانوا مدنيين ما عندهمش علاقة نهائيا بما كان يحدث ما كانوش رفدين سلاح وما كانوش جماعة مسلحة ما كانوش طبيعة الحال انتم كثيرين منكم لم يكن يعي ويفهم ما يدور لكن قلت أنه البعض كان كاين متحمس واذكرت المثال انت على الأخ هذا اللي جاء ورفد صورة انت على رأس مقطوع وقال له كان يطالب وكانوا يقولون نعاودوها نعاودوها ما معناها كانوا يقولوك تعاودها تعاودها ما معناها؟ معناها تعاود تقتل شعبك؟ معناها تعاود تقتل الناس؟ على بالكم هذه الصورة وهذاك الكلام اللي قالو هرب عدد كبير من الناس اللي كانوا متعاطفين معكم لكنتم هذا مش ذنبكم كما قلت الأغلبية الغالبة لم تشارك خلونا نرجعوا النقاط أخرى لعلى هذه النقطة رانية أطلت فيها لكن كان مهم جدا باش نوضحها لكل الناس وباش يعرفوا أن الإخوة اللي راهم الآن الخاوة اللي راهم الآن الظاهرين ومحتاجين نرى أغلبيتهم ما شاركوش في الحرب وأنا اللي شاركوا في الحرب رم أصناف وأنواع وأنا أساسا اللي منزعجني فيهم هم الذين شاركوا بتحمس وقتلوا الأبرياء وحتى اللي شاركوا بدون تحمس وكانوا مكرهين حتى هذون إذا كانوا كما قلت مشوا في الدم فهي مشكلة الآن بالنسبة الإجابة على كثير من إخواني اللي قالوا لماذا تقف مع قدماء الجيش هناك مجموعة أنا حطيت مجموعة نقاط كما قلت لكم لأني مسكوم وخفت لما قدش نركز مليح فاليوم حبيت نحطها في في ورق الأغلبية العظمى يا إخوان من هذا أخوتكم اللي رأهم الظاهرين ومحتجين رأهم مظلومين ومحكورين لماذا مظلومين ومحكورين لأن واحد الآن في الجزائر الجزائر اليوم فيه ممكن يعيش واحد بزوج ملايين وسبعمائة بالمناسبة رأوا عملية القتل الكبرى رأي قمت بها مجموعات خاصة يعني ما كانواش حتى عسكريين بل وإنما كانوا قوات خاصة تابعة للمخابرات هذه أيضا باش يكون الأمور واضحة إذن قلتكم إخواني هؤلاء أخوتكم أكثر هم مظلوم من يستطيع ليعيش اليوم في الجزائر في زوج ملايين وسبعمائة صحيح يقدر كان يقول لي ما كان يرام ما يدوش حتى زوج ملايين كان يرام ما يدوش حتى مليون كان يرام ما يدوش حتى ألف فراك لأنه ما يحندوش خدمة وكان خوتنا الذين أصيبوا في أجسادهم من ذوي الاحتجاجات الخاصة رهم يعطوهم 400 ألف كان كوارث لكن لكن هؤلاء عندهم الحق أنه يثور لأنه زوج ملايين وسبعمائة تكفيش عنده الحق أنه يثور لأنه ما يقدرش يداوي عنده الحق أنه يثور لأنه رجلو مقطوعه وما عندوش ما عندوش بريزان شارج حقيقية بينما رئيس البرنامان قال لك حكمته بحة راح البريز ووزير العقرب هذا اللي كانت عاطف مع العقرب قال لك راح تدوزوجته تولد في فرنسا رهم كلهم يفعلوها رأى وزير العقرب هذا غير غير لأنهم كينسراع الآن في السلطة خرجوا عليه الموضوع رأى هم موظفين صغار وجنيرالات صغار وقوضات صغار أحيانا رام يروحوا يدوولادهم إنسان يولدوا في فرنسا مو مش الكل كين كثير من الأحرار لكن الوزراء والجنيرالات الكبار وكبار القوم وناهبي المال كلهم في فرنسا كلهم لأنهم حبوا يضمنوا الإقامات حبوا يضمنوا الجنسيات وبالنسبة لهم الجزائر هي نهب أنهب وروح عارفين أنها مش باقية الجزائر هي مصرفة فيها أبشع من الكولون الكولون كانوا يعتقدوا أن الجزائر باقية لهم لكن هؤلاء يا إخوان راهم يظنوا بالجزائر مش باقية رايحة 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 نوض وبالتالي راهم يديروا في في كل شيء في الخارج يهربوا في أموالهم في كل شيء الجزائر قاعدين فيها لينهبوها فقط هذا ما كان إذن النقطة الثانية لماذا يدافع عن هؤلاء شوفوا يا إخوان لو كان دافعوا غير خلونا نفترضوا أنهم خصومنا خلونا نفترضوا أنهم خصومنا إذا كانت دافع غير على على صحابك ولا أنصارك ولا اللي معاك ولا اللي يتابعوك ولا اللي يشاركوك الأفكار أنت أنت ما راكش تدافع الحق راك تدافع لنفسك وعلى أهلك وعلى أصحابك لكن لما ما هي قمة العدل قمة العدل أن تدافع على خصمك وعندما يكون مظلوم وتنسى الخصومة معه لأنه مظلوم تدافع على المظلوم بغض النظر عن من هو شوفوا اسمعوا شيء يقول الله سبحانه وتعالى يقول العزة من وجل ولا يجري منكم ولا يجري منكم قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن لا تعدلوا أعدلوا هو قرب للتقوى وفي آية واحدة أخرى وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنْآنُوا قَوْمٍ على أن لا تعدلوا وعدلوا هو قرب للتقوى واحدة ذكر فيها الصد عن المسجد الحرام واحدة ما ذكرهاش وش معناها وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنْآنُوا قَوْمٍ على أن لا تعدلوا لازم ما يمنعكمش العداوة بينكم وبين ناس آخرين بينكم وبين فلان أو فلتان العداوة اللي بينك وبينه لازم ما تمنعكش باش تكون عادل لازم ما تمنعكش لازم توقف مع المظلوم ماضيه شيء آخر والنقاش حوله شيء آخر لكن لازم توقف مع المظلوم إذا كنا مسلمين فهذه آية هي ترسم الخطوط العامة والعميقة والعظيمة لكيف يتعامل الإنسان حتى مع الخصوم وإذا كنا حتى مش مسلمين ومش مؤمنين فهذه من الأخلاق هذه من القيم هذا من الشرف أن نواجه خصومنا في الخصومة ولكن حينما يصبحون في حالة ضعف حالة ظلم أن نقف معهم مع ذلك كما قلت الأغلبية الغالبة من هؤلاء لم يكونوا خصوم لنا لكن أنا أقول حتى في الحالات الشديدة التي يعود عندك خصم فإنه من المبادئ ومن القيم سواء الإنسانية أو الإسلامية فوق ذلك أن تكون مع المظلوم حتى ولو كان خصما لك لأنه أصبح مظلوم وصبح مستنعف نقطة ثالثة لماذا أدافع عن هؤلاء لأن الدفاع عنهم يا إخواني تجعل من ارتكب جريمة أن يراجع نفسه يشوف أن الشعب وقف معه يشوف أن الناس اللي هما خصوم هذا النظام والنظام كان يقولهم بالله هذا عدال وطن وأيدي خارجية وهذا مجرمين ومن يشعار ففلان هاهم يقفون معهم هاني أنا أقف معهم يعني تشويه اللي مسني أنا في شخصي أو في آخرين اللي هما في نفس الوضع تشويه كبير جدا لكن هذا لا ينفي أننا نقف مع أخاوتنا اللي راهم اليوم فأنت عندما تقف معه ويشعر أن الشعب معه ووقف معه ها يرجع حتى اللي ارتكب منهم جريمة يراجع نفسه يراجع نفسه ويعاود يتذكر ويشوف باللي بلد كان غالط إلى آخر فأنت في الحقيقة تخليه بينه وبين ضميره فما بالك أنا الأغلبية الغالبة كما قلت ما شاركوش في الحرب القادرة نقف معهم أيضا لأن حينما يشعرون بأن الشعب يقف معهم هؤلاء جيش احتياط بالمناسبة تشوفوا الكارثة الإسرات أمام العالم العالم يتفرج فينا جيش قائم جيش نظامي قائم درك يقمع ويقهر في جيش الاحتياط تاعة الجزائر جيش الجزائر القائم ممثلا في الدرك يقمع في الجيش الاحتياط هؤلاء اللي رأم الظاهرين هذو أغلبيتهم الغالبة لو كانت تصير حرب يعودوا يستدعوه أنا راني في جيش الاحتياط أنا درت خدمتي العسكرية قبل ثلاثين سنة راني في جيش الاحتياط نظن يبقى الإنسان في جيش الاحتياط حتى خمسة وخمسين أو ستين سنة يعني كل من أدى الخدمة العسكرية راني في جيش الاحتياط هؤلاء قدماء الجيش راني في جيش الاحتياط جيش القائم يضرب في جيش الاحتياط شوفوا من وصلونا إذن قلت حينما نقف مع هؤلاء إخوانا حينما نقف معهم فإنهم يشعرون أن الشعب يتعاطف معهم وهذا خدمة للوطن وطننا على أبواب يغرق وطننا في حالة حرجة بلدنا في حالة خطورة كبيرة النظام هذا رأي مديها للود أراهم الدين لبلاد للود أراهم الدينها للفوضى العارمة فعلينا أن نجمع كافة القوى المستضعفة المظلومة التعبانة لكي تواجه هذا الوضع ومن يقعدوش في انتادرت في التسعينات وانتادرت في الألفين وانتادرت خلونا نتخلصوا من هذه العصابات اللي دمرت البلاد ثم ثم نتحاسبوا من فعل من ولماذا وما هي الأسباب ومن قتل من إلى آخره إلى آخره أنا قلت أنا شوف يحد يقول لك أن المخابرات كانت تقتل نعم نعم الجوز الرئيسي اللي كانوا يقتلون هما قوات خاصة تابعة المخابرات سواء كانوا عناصر المخابرات أو عناصر قوات خاصة هذون هما الأغلبية الغالبة أنا قلتها حتى دخل العسكريين ولذلك أنا شرحت لعل الأخ هذا ما شايفش أنا أستطيع أن أقول أن 90% من اللي رم تواجدين اليوم في المظاهرات والاحتجاجات أن تعقودها مع الجيش لم يشاركوا في الحرب القادرة أو كانت مشاركتهم بعيدة أو محدودة إذن هذا سبب الآخر إخواني لماذا نتعاطف مع هؤلاء لأن الوقوف معهم سيجعل عناصر الجيش العاملة اليوم اليوم هاو كين عناصر أنا عارب لراهم كين مئات ربما آلاف رم يتبعوا فيهم دخل الجيش لراهم الجيش العاملين لباسة على الجيش راح يمتعاطف معهم بقوة راح يجيني عشرات الرسائل منهم وعرف أنهم متعاطفين معهم وبقوة فإخوانكم اللي راهم الآن عاملين كين تعاطفونتم مع إخوانهم اللي راهم مظلومين ومحقورين قدماء الجيش فإن هؤلاء اللي راهم الآن غدوة يعطوه الأوامر يطلق الرصاص على الشعب ما يدرهاش فوقوفكم يا شعب الجزائري يا إخواني مع قدماء الجيش المتظاهرين ومتعاطفين هو خدمة لكم وخدمة لوطنكم وخدمة لشعبكم ككل لأن الجيش سيقف معكم لو كان يأمروه هؤلاء اللصوص وهؤلاء المجرمين بإطلاق الرصاص كما فعلوا في التسعينات النقطة الأخرى الوقوف معهم سيجعل من قوى الأمن جدرمية خاصة وبعض عناصر المخابرات اللي راهم متوجدين عندما يرون الشعب وقف معهم يا إما يخافوا لأنهم يشوفوا أن الشعب وقف معهم فيتوقفوا عن قمعهم وإما وإما يتعاطفون معكم لأنكم أصلا تتعاطفوا معهم ويبتعدوا فهذا مهم جدا مهم جدا جدا الوقوف إذن في هذه الطريقة وأخيرا ربما لماذا أقف معهم كان نقاط كثيرة لكن أحب أن نختصرها فقط نقف معهم لأن الوقوف مع هؤلاء هم الآن راهم يواجهوا في العصابات الآن خصومة مرمى على العصابات الآن هم راهم يعترفوا يقولوا باللي هذو جنرالات إرهابيين هذو جنرالات مجرمين هذو جنرالات لصوص اليوم الشعارات اللي ترفعت أو اللي تقلت كانت على هاك وذكروا قايد صالح وذكروا بالأسماء ذكرهم بالأسماء إذن الوقوف معهم سيضعف العصابة المجرمة التي تحكم في البلاد التي تسمى نظام وكلما ضعفت هذه العصابة لأنها هي الخطر الحقيقي على البلاد كلما ضعفت هذه العصابة كلما نجت الجسائر بشرط أن تكون لنا الحكمة وأن تكون لنا الفطنة وأن يكون لنا الذكاء أن لا تتحول بلادنا من دولة عصابات كما هي اليوم إلى دولة ميليشيات هذا مهم جدا إخواني ولكي لا تتحول يجب أن نتعاطف مع بعضنا البعض لازم نستضعفين والمظلومين والمحقورين والأطباء والقدماء الجيش ولمظلومين في سنطراك ولمظلومين في الشركة الفلانية والشركة الفلانية والبلدية الفلانية والبطالة واللي ما عندهم شي عمل لازم كلنا نتعاطف نتعاطف لينقاذ بلدنا ولينقاذ أرواحنا ولينقاذ أنفسنا رهم يريدون تدمير تدمير هذه البلاد يا إخواني رهم يريدون تدميرها ويريدون أن يشعلوها فوضى عارمة ثم عندهم مطارات مطار بوفريك وطفراوي وغيرها شوفوا يا إخوان كان لدي أيضا باش نحكي لأن الفكرة الرئيسية كنت باش نقدم نصايح لإخواني لكيف يواجهون هذه العصابات لكنني لقيت روحي